نقش لقاء بالمكلة السبت برئاسة وزير الزراعة والريوة ثروة السماكية اللواء سالم عوض السقطري والأمين العام للمجلس المحلي بحضر موت الأستاذ صالح عبود العمقي وذلك لمناقشة واقع القطاع السماكي ووضع الصيادين بحضر موت وفي اللقاء وبحضور وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق ورئيس الهيئة العامة للمصائد السماكية بالبحر العربي المهندس إسلام بابا بلغوم ورؤساء الجمعيات السماكية ونقبات الصيادين أكد الوزير السقطري أن هذا اللقاء يأتي حرصا من وزارة الثروة السماكية للاطلاع على النشاط السماكي بمحافظة حضر موت والاستماع إلى أبرز الاحتياجات للسوق المحلي من الأسماك وما يعانيه الصيادين من صعوبات وعرقلة للاستمرار نشاطهم السماكي وتطرق اللقاء إلى إبراز دور السلطة المحلية بمحافظة حضر موت برئاسة محافظها مبقود مبارك من ماضي ودورها بمعاجة الكثير من الإشكاليات والأزمات التي تعترض القطاع السماكي والصيادين وأوضح وزير الثروة السماكية السقطري أن النشاط السماكي واستمراره بحضر موت يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للوزارة التي تعمل على معالجة الكثير من الملفات في الجانب التصحيح وأوضاع السوق السماكي بمختلف محافظات الوطن ترجمة نانسي قنقر